هنبدأ حلقتنا على طول معاكم دلوقتي وزي ما احنا متعودين ان احنا دايما بنحب نسلط الدوق على خبر ثقافي او حدث ادبي مهم بيحصل خلال الاسبوع ده والخبر اللي معانا النهاردة هو عن فتح المجلس الاعلى للثقافة باب المشاركة في الملتقى الدولي الثامن للابداع الروائي العربي واللي هينظموا المجلس خلال الفترة ما بين 28 نوفمبر ولحد 1 ديسمبر بعنوان الرواية العربية زواهر جديدة دورة الناقد الراحل الكبير الدكتور جابر عصفور الحياة ان الملتقى ده هيكون من مشاركة عدد كبير جدا من الروائيين والنقاط من كل الدول العربية هيعقد على مدار اربع ايام زي ما قلت لحضراتكم وده كان الخبر اللي معانا النهاردة اعتقد ان الملتقى ده هيكون ليدور مهم جدا في تنشيط الحركة الامداعية الروائية مش بس في مصر انما كمان في كل الدول العربية